اشتركوا في القناة انا اجيت عائشة شو هالمفاجأة اجيتمشى عن الدراسة ايه برافو ما بتقصري بس حدا يفهمني شو هالشوب يلي برا حسيت حالي عم دوب وانا جاية مثل البوزة بحياتي ما شفت مثل هالشوب يلا عالدراسة رح اسكت خلص معناها رح جهز الفيلم وخالي ميرفد تعملنا بشار تماما؟ ايه وانا رح اخبر امي اني متاخر ماشي حبيبتي مرحبا امي طمنيني خلصتي دراسة لسه عم ندرس بس لسه عندي كتير وبدي اتأخر قلت لخبرك كيف يعني لسه عنديك كتير خلص حاجة يرجعي هلأ بيتأخر الوقت في دروس لازم خلصها اليوم يلي ما لحقتي اليوم بتلحقي مرة تانية انا ما عم لحق لحالي لسه عندي ميت شغلة يلا تعالي عالسريع يلا فيلم جاهز يلا تفضل عن جد منيح انك طلعتيني لاني كنت رح طق نانس ما تقولي هيك بتزعليني بدك ازعل يعني خلص انتي معاد رح ترجعي انا اخدت قراري وخلص بعرف والمفروض انا اتقبل واحترمه بابا هيك كان عم يقلي هو هيك قالك؟ اي بس انا ما عم تزبط معي لاني ما لي مقتنعة حبيبتي نحنا حكينا بالموضوع والحكي ما عاد ينفع غير انك عم تزعلي حالك اصلا انتو ما عاد رح تحتاجوا لوجودي ليش؟ لانه ايبك هلأ عم تأمن مربية كريمالكم وهي مين طلب منها؟ روئي اهدي شوي ما بدها العصبية يعني انتو لحالكم وما في حدا يهتم فيكم لهيك حبة تتأمن لكم مربية بتخاف عليكم ما تلقمكم طبيعي لا مو طبيعي هي بدي تساعدنا بس ما بيحق إلا تدخل بحياتنا وبتجي بتضحك عليي بكلمتين عن جد أنا غبية كيف يعني؟ لا تحطي ببالك المهم هلأ قصة المربية إذا لقيت وحدة مناسبة هيك انت مستحيل ترجعي أكيد تصدقيني إذا تطمنت عليكم وقته برتاح هلأ دائما عم كون قلقاني ومشغول بالي وطبعا كتير عم بشتق لكم وعقلي كل الوقت عندكم بس خلص بشكلي لازم اتعود وإذا المربية ما ضبطيت ما رح تطمني اي طبعا رح يضل بالي مشغول عليكم بس لما عارف انه في واحدة عم تهتم فيكن وبتحبكن من قلبها وقتها بس قلبي بيرتاح ناز مش هان مش هان المربية خليها بيناتنا اتفقنا اي طبعا ولو شو مين مين ليكون هداك الشاب نفسه اي عم يبعتلي بس انا ما عمرد شو بده قال رايح على حفلة وبدو يان يروح معه وابوكي اكيد ما بيسمح لك طبعا انتي متضايقة من ابوكي كتير بس اصحكت فكري للاحظة انك تعاق بي وتطلعي هتطلعة من ورا ظهره بدي يقلك شغلة بس بيناتنا ليكي يمكن انا بفهمك كتير مني لانه انا لما كان عمري 14 تقريبا عصبت من امي وكنت بدي انتقم منها ودايقة قام هربت من البيت طلعت ومشيت ضليت امشي لحتى ما عرفت وين وصلت عن جد هربتي اهي كنت كتير معصبة وما بنساها لها لصة ما بتنتسا وينك لك وينك انت ميرفت وينكم ما حدا عم بيرد علي سهيت عيني وما حسيت مات واخذيني وينه اجي فات هو وعائشة قال بدوني يشوفوا فيلم وما حد طلع صوتهم شفتي قلتلك الفيلم حلو كتير انتو شون بيصير معكن؟ امي ليش ما عم بتردوا انتو الاتنين؟ معرن الموبايل كنت ناسيان اني حطوا صامت خيرية تصلت مشغول بالا على عائشة وما عم بتقدر تحاكيها الوقت كتير تأخر خالص شحن موبايلي عن جد انا قاسفة اعتزري من امك لانه ماتت من الخوف يلا رحروحي بسرعه شكرا كتير باي مع السلام الله معيك ايه اندمجنا بالفيلم عن جد فيلم حلو لهيك نحنا ما حسينا بالوقت طيب يلا حصل خير خليني دقلة لخيرية اخ منك بس اخ سردار لأحلو عرفي لهي مشي الحال؟ ايه لما بلش يحوص وينقم شان سراب قام ايجا سردار لهاب لعبة بكرة بدي اختار مربية ايه بك زبطت المواعيد المقابلة انا ما بدي مربية بابا بس انا بدي جيبا كرمالكن ايه وانا ما بدي طيب متل ما بدك بس عمر اكيد بي حاجته واساسا رح يحتاج تساعده لما تفتح المدارس طيب كتير منيح بتبقوا بتجيبوا واحدة لما تفتح المدارس انتي ليش عم تعقدي الامور؟ بكرة منقبلون ومنختار واحدة مناسبة المربية المناسبة كانت عنا بابا بس نحنا تركناها تمشي ما حكينا بهي القصة ها؟ شو بدنا نرجع؟ بعدين ليش خالق بك هي اللي عم تدور على مربية شو دخلها بالموضوع؟ شو هالحكي؟ المخلوقة عم تساعدنا ما لنا بحاجته انتبهي لكلامك انا ما بدي مربية جديدة واذا جبتوها قلولا لا تتعاطى معي عجد ما عم بفهم هالبنت شو قصتة هاي رجعت لك انت وينك لهذا الوقت ما انتبهنا على الوقت ونحنا عم ندرسه خلص شحن موبايل كيف يعني ما انتبهتي على الوقت؟ لا انت عم تردي علي ولا حتى ايجي ما بتعرفيني بين شغل بالي؟ بعدين انا ما قلتلك فورا انت تجي هاي من اول يوم هيك عملتي فيني اصفة امي لحق معك بعتذر اسفك شو بيفيد؟ تعرفي الافكار السوداء يلي خطرت عبالي قبل ما تطمني ايه بك كنت رح موت من الخوف قال شو عم تدرس ما بيصير عائشة يلي عملتيه ممقبول ابدا مجغولة؟ نقزتني ميتة ما قصدي نقزك عن جد اعسف ما انتبهتلك كل يوم تشتغلي لهذا الوقت؟ هاي الفترة مشغولة زيادة اليوم ايجي يدرس كل الانهار هو ورفيقته شفتك ايجيتي عصبتي عليه لانه ما كان عم يرد عليكي بس انا شفته كان مركز وعم يدرس معاها بفضلك انت ابننا صار شاب ناجح وبيعرف يتحمل مسئولية مشان هيك ما بدي اياكي تعصبي منه هو ما كان قصده بعرف كتير منيح كيف لازم اتعامل معه وما تاكلها لا تشغل بالك انت بس اهتم بصحتك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر وهلأ صار لازم اتصرف بلش الجد صباح الخير اهلين صباح النور تعرفي اني شايفتكن بمنامي الليلي شو اخباركن ما صدقت صار الصبح مشتاقل عمر وحاب يشوفه وحتى نيسان والكل اشتاقت لكم كتير ايه شو عم تعملوا مين فايق يمكن عمر ما فق لسه يا الله ليكي بدي عزبك واطلب منك طلب فيكي تروحي ع غرفة عمر وانتي عم تحاكيني بس تفرجيني ولا تطلعي صوت مش عما تفيقي ايه دخيلك واذا فاق يعني اصلا انا رح فيقه ناز لا حرام عليكي لا تفيقي خليه يشبعنهم عمر عمر لك مين ع الموبايل شوية مفاجأة عمر ليش ما عم تجي لهون هنجد بدك يعني اجي يعني اشتاقت لي ايه اشتاقت لك المهم ما تكون عم تبكي لاني رحت نازق الليلة لعمر ما بدي يبكي ابدا وإلا أنا يلي بدي أزعل إذا ما بتجي بدي أبكي رح اجي بس ما فيني هلأ وانا كتير حابة اني يجي شوفك كمان كتير جاية على بالي لعب بسيارتك الحمرة يلي كنا نلعب فيها سوا ومش تاقة نقعد نرسم ونلوين مع بعض اه واكتر شي متحمسة لحتى شوفك ونلعب كرة قدم عساس كنت بدك تعلمني كيف ديفا وتقول بسرعة ايه بعلمي كلا تعي هلأ ما بعرف اذا بقدر حاسة كأنك تعودت على غيابي همر ابكي 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 اه لسا ما عاشيتي بدي يضار ابكي كل اليوم حبيبي عمر ما تعمل هيك بتعرفني انا ما بيجي من قلبي وبعدين ما بعرف اذا بقدر لاقي تاكسي هلأ اه صار دار بيجي بياخدك لا ما بيصير ناز اصحك ابوكي لازم يكون موافق يعني يمكن اذا شاف عمر عم يبكي يبعدته فورا طيب رح شوفه وخبرك فورا ماشي حبيبتي اه يلا ابكي مشعن تجي سراب عميل هيك كنتي عم تشتغلي برات البلد؟ لا السفر كان للدراسة حضرتك اشتغلت اي شي تاني قبل؟ انا بالاساس كنت بشتغل بالتدريس وبعدين اشتغلت مربي دوام كامل سيفي تبعك كتير منيح فينا نعرف ليش تركتي شغلك عند اخر عيلي العيلي اللي كنت عندهم سافروا بابا حبيبتي عمر عم ينق بده سرابو عم يبكي فوق فيني اطلب من سرداري روح يجيبه فورا قلت يا عم يبكي؟ عن اذنك الا ولا لا اذا فاضي يجيبيها مافي مشكلة ماشي رح شوفه نحنا عم نمرق بفترة حساسة شوي إلا هيك عم ندور على شخص يتفهم ظروفنا اي مفهم بالسيفي مكتوب اني انا دارسة وعملة ماجستير بعالم نفس الطفل وهنتي خبرة بالتعامل مع هيك ظروف هذا الشي كتير بهمنا وهي النقطة هي اللي بتميزك عن الباقيين سراب مرحبا قال عمر بالدياني وأنا كمان اشتقت له كتير فقلت بيجي بشوفه أهلا وسهلا وأخيرا اجيتي يا عمي شو الأخبار اشتقت لك؟ وأنا اشتقت لك أكتر عن جد منيح انك اجيتي معقول تطلبوا مني وما اجي؟ أشت شراب يا عمري انا الأميري الصغير دخيله الحلو كتير اشتقت لك شو كيف بطلي؟ لا تتروح بتتركيني متى أم يخليك هون بس أنا ما عم بتركك حبيبي ليش أنا فيني يعيش بلا البطل؟ دائما راح اجي لعندك ونلعب سوا المهم انت ما تزعل طمان سراب كتير بتحبك عمار انت بتعرف انه هي اللي انقذتك واخدتك على المشفى؟ على فكرة عمار طاب بسرعة لأنه هو بطل وقوي كتير ولأنه هو شاطر وكل يوم عم يأكل أكلاته كلها أنا بعتذر ما راح أعطلكم يلا بالإذن يلا على اللعب فاروق حابب تسأل الأنسة توبة شي تاني؟ لا شكرا شكرا كتير على وقتك وشكرا للكم كمان نحنا أكيد من خبرك حتى أنا يمكن فيني يقولك من هلا انه انقبلتي لهيك بأي لحظة كوني جاهزة أنا جاهزة دائما شكرا لكم أنا بستأذن هلا يعطيك العافية شكرا شو رأيك؟ هاي مناسبة وأنا معك ما توقعت نلاقي واحدة مناسبة بهالسرعة إذا هيك لكان رح وصيهم ع فنجانين قهوة وإرجع نحكي بالتفاصيل تمام يعطيكم العافية فينا نعزبك بفنجانين قهوة؟ تكرمي بدي قلك بارح دقيت لك كتير وعنجد بعتذر لأني أزعشتك لا أبدا ما في أي أزعاش هنن كانوا قاعدين عم يحضروا فيلم ومالهم حاسين على الدنيا كلها ونحنا مشغول بالنا وجانين عليهم قلتي لي كنتوا عم تدرسوا لكان أمي أنا بعتذر قدرت تكزبي علي وأنتي عم تطلع بعيوني يا ضيعان التربعية فيك يا عيب الشوم أمي سكتي ولا كلمة عملي القهوة ما تقليلي بدون يجيبوا هاي المربية بدون ما أعرفهم بين غليظة عم تسمعيني؟ ايه؟ ايه حبيبتي؟ كنت عم قلك هاي المربية مبين عليها غليظة ما بعرف الكلمة الأخيرة لأبوكي بتضايق كتير من بابا عن جد معصبة من الكل بس طبعا ما عداكي أنت أنا زعلك مني معقول أنا بفهم عليكي من نظرة بفهمك لما بتعصبي ولما بتكوني متدايقة وحتى لما بتكوني ضايجة وطبعا دائما جاهزة لكون جنبك يعني فيني إلجأ لك؟ طبعا بأي وقت أنا ما عندي أغلى منك وتأكدي أنه فيكي تحكي لي أي شي بدون ما تخجلي بعرف عمر عمي ناديلي يلا روحي شوفي عمر وأنا كان باقي لي كم غرض رح أخضن من الغرفة لا تاخدي غراضك هلا يعني بركي رجعتي حبيبتي عم يعملوا مقابلات لمربية جديدة شو يلي بدو يخليني أرجع؟ شو هالمفاجأة؟ نيسان؟ أهلا وسهلا أهلين شكرا تفاجأت إنك بالغرفة بصراحة أنت قلت لك كون أقرب عن عزو عمر أي فكرة حلوة أنا كان باقي لي كم غرض فلهيك قلت بجي وبأخده أي حطتلك ياهن بغرفتي القديمة تمام يلا أنا ما بدي أعطلك بشوفك بعدين أي صح بس لحظة أنا قلت لحالي بترتاحي أكتر بالغرفة اللي فوق غرفة واسعة وكبيرة وبعيدة عن الضجة كيف يعني؟ غرفتك الجديدة ناطرتك يا ريت ترجع تفكري بقرارك لو سمحتي حبيبتي أنت شكرا من كل قلبي شكرا لأنك فكرت فيني بس أنا ما عاد إلي مكان هون سمعيني لحظة أنت تركتي البيت بسبب غلطي أنا أنقذتي حياة عمر وأنا ما رح أقبل أنك تنظلمي بنوب كلنا بحاشتك هون ما بترجعي كرمالنا؟ ما بقدر صدقيني أنا كمان كتير مستفقدت لكم بس فكرة الرجعة مو زابطة بتمنى تتفهموني وما تزعلوا يعني شايف توبة مناسبة؟ إيه قبل ما نضيع وقت أكتر تمام لكن رح تدق وإلغي المواعيد الباقية وخبّى رتوبة تمام هلأ خليني أقوم روح على الشركة لأنه عندي اجتماع وبحكي معك بدك تقلي شي؟ سؤال شو قصته لميتة؟ ما في أي قصة أنا بس حبيتي ضل قدام عيوني لحتى يطيب لأ اطمن ليش خبيتي عني؟ خبيت عنك؟ ليش لحتى خبي؟ أنا يالي عم بأسألك فاروق اسمع أول ما يتحسن دغري رح يمشي كل الفكرة ضميري ما طواني اتركه لحاله وهو بهاي الحالة وبعدين ليش لأخبي عنك؟ ما صار فرصة لخبرك إذا مرة تانية لا ما في مرة تانية فاروق ما في شيء وسكر على السيرة لو سمحت تمام، خلص سكرنا على القصة أنا رح أمشي طيب، خليني وصلك لبرة فاروق بك أنا رح روح كان بقي لي كم غرض هون وهلأ أخدتم تمام إيلا بالإذن إذنك معك هاي قطيب كاسة شاي ما بدي أمي بترجعكي لعتزعني مني اعتذرت منك شو أعمل؟ فكرة إذا اعتذرت بتنحل المشكلة ماشي أنت ليش ما عم تفهميني؟ أنا ما عم بفهمك؟ ها؟ أنا كلهمي أنك تدرسي وتوقفي على رجليكي وأنك تأسسي حياتك ومستقبلك ما عم بفهمك؟ لا أمي مو هيك أزمة لك شو قصدك عائشة؟ بس كان بدي أتنفس حضرت فيلم يعني ما عملت جريمة وعفكرة موبايلي ما خلص شحنه أنا اللي طفيته تعرفي ليش طفيته؟ لأني اختنقت وتعبت تعبت وقررت قضي يوم واحد متل ما أنا بحب بدون ما أفكر بالعالم شو بده تاكل وشو لازمة هو يوم واحد فكرت فيه بحالي وهيدفعت تمنه طمني أنا كتير ندماني أسفة توبا المربي الجديدة راح أتساعدكم بأمور الدراسة وأي شيء تاني وخاصة عمر مرحبا حبيبي مرحبا أهلا وسهلا أنا نيسا كأنه بعرفكن من كتر ما حكالي عنكم فاروق بيك حاسة كأني بعرفكم من قبل أكيد أنت ناز أوه كتير زكية ناز انتبهي لطريقة حكيك شيء طبيعي ممكن بالبداية نواجه هيك مشاكل بس مع الوقت كل هاي القصص بتنحل بدي أعمل عصير للولاد ممكن نتحضرين للفواكي هلأ برجع الأخذ جاي كتير متحمسة شو القصة؟ أهمشي الأولاد يرتاحوا معه ويحبوها وتحبهم روحت سيراب كركبتهم المسكينة ضحت بحالة كرمالنا والله مقهورة عليها كتير كتير شو القصة؟ وين عبك؟ ما عم تحكي شيء لأنك عم تجيك اليوم؟ ما حكيت نظفته عملت أكله أجيت شو لازم طعميها؟ ما ضل غير لقمها بإيدي ما بدك تقليلي مع مين نازل اللي لعي عند المسها؟ مو مع حدا مو مع حدا؟ الموبايل ما عم ينزل من إيدك سمعي لقلك أنا قلبي مو متطمن وما لي مرتاحة بنوب إذا عم تحكي مع ابنة الخيرية وعم تطبخو لكون شي طبخة، بتكوني عن جد واحدة مجنونة سراب ده بقتي هلها القصة؟ أنا شو بدي فيه لأحكي معه؟ طمني ما في حكي بيناتنا منيح، أنا بس عم حذرك وبده يعني صدقه تكبسي به الموبايل طول النهار وما عم تحاكي حدا خلص، خليني أحمل حالي وروح على بيتي أحسن ما لي قاعدة وعم هز بدني لعمة غبية طولي بالك أف وين رايحة؟ شبكي ليش إزعلتي؟ سألي حالك والله، ما ليك فاضية تحكي معي كلمتين كل الوقت حط راسك بموبايلك وما بدي إزعجك أكتر من هيك، خلي الموبايلي نفعيك شو هاد؟ يعني ما بدك لها القصة نحن وصلنا، والحفلة رح تبدأ ما عليك جاية؟ ناز مرحبا عملت عصير واشتهيتك بكاسة طلعي لبرة طيب، رح حطلك ياها واطم نازي ما بتفهمي بالحكي عم قللك ما بدي طلعي لبرة وعلى غرفتي ما بتفوتي بعرف إنه هالفترة صعبة عليك لبتف ما بيهمني شو بتعرفي أصلا؟ عغرفتي ما تفوتي لبرة بس تخذ ناز أنا مالي بحاشتك، لعندي ما تجي ناز؟ شبك ليش عم تصرخي؟ اللولا تمشي ناز شو صار لك؟ أنت جناتي؟ طبيعي كتير أني جن من ورا هاي العيشة ناز؟ شوفي ليش اللعيات؟ شو بكي ناز؟ ليش عم تصرخي؟ عغرفتي ممنوع تفوت، فهمها بس عملت لعصير بهاي الطريقة عم تشكريها أنا هيك علمتك؟ بدك يعني تشكريها لسا؟ ضحكتني ناز، أنت كتير عم تتمادي عيب يلا عتزري منها بسرعة ما بعتزر لا ما في داعي تعتزر، ما في مشكلة اللي صار ممقبول بنتي متربية ولما تغلط بتعتزري عتزري أنا قلت لك وأنت ما سمعت مني أنا ما بدي مربية ليش ما عم تفهموا علي؟ هاد قرار بخص البيت ومو أنت هي اللي بتاخديه عفوا ننسيت أنه أنت صاحب القرار الوحيد بالبيت والأحلى إبك بتشارك بالقرارات بس نحنا لا طبعا لأنه نحنا رأينا مو مهم انت شو عم تخبصيح؟ شو الغلط باللي قلته؟ مو إبك هي اللي اختارت لنا ياها؟ مين سمحنا تدخل بحياتنا؟ وخليني قللك من الآخر لو لا روحتكم ع رحلة الشغل يلي طولت وما حدا بيعرف ليش ما كان صار شي بنوب وعمر ما كان فات على المشفى بس في شيء أهم، أكيد انبساط اسمعه ناز هذا الحكي عيب شو فيها ناز فتحيلي الباب خليني نحكي اذا ما بدك نحكي ما نحكي ولا كلمة بس فتحيلي الباب وخليني كون معك اذا بتريدي فتحيلي اتركن، اتركن، ما بتي حدا هلو عمني و تركوني بحالي اشتركوا في القناة ليش عم بفشل ما عم بعرف اعمل شي من وقت ما رحتي وتركتينا لا النوم ولا الضحك حتى حكي ما عم بعرف احكي الحياة كتير صعبة بدونك ما عم بعرف اتعامل مع الولاد انا ما عرف صون الامانة ايفسون صدقيني عم حاول عم حاول كتير لاقي طريقة ما تزعلن ولا توجعون بس من وقت ما رحتي حتى يلي كنت اعرف اعمل ونسيتو انا ضعت عغيابك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة